اهلا بكم يا برج الأسد في القراءة العامة والقراءة العاطفية في شهر مايو هنعمل أول حاجة القراءة العاطفية هنشوف أحوالك وأحوال الشريك هنشوف كمان المنفصلين منكم والعزاد وفي نهاية القراءة هنسحب كارة الأحوال العمل وأحوالكم الصحية فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله قبل ما نبتدي في القراءة حابب أقول إن إحنا عاملين مسابقة المسابقة دي إحنا بنعملها في شهر مايو من كل سنة بيكون في خمسة فيزين معنا بقراءات خاصة مجانية علشان تشترك في المسابقة دي هتروح على صفحة فيسبوك هتلاقي الرابط موجود في صندوق الوصف وأول بوست موجود على صفحة هتلاقي فيه كل الشروط والتفاصيل وإزاي إنك تشترك فأتمنى إنكم تشتركوا وأتمنى كمان إن أنتم تكونوا من الفيزين فخلينا نبدأ مع بعض دلوقتي القراءة القراءة دي تنفع لبرج الأسد شمسي قمري صاعد وكمان فينوس الزهرة فالمنكم فينوس قمري أو صاعد أسد برضو قراءة دي تنفع لي لو أنت مش عارف الفينوس القمري أو الصاعد بتوعك في فيديو موجود على قناتي الثانية قناة الروحانيات بيوضح لك إزاي إن أنت تتعرف على خارتك الفلكية كلها لو تحب أن أنت تعرفها يعني حسيب لكم رابط برضو في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق أوكي طاقتك يا برج الأسد بتفكر كتير إنت بتفكر كتير أعتقد برضو علاقتك بالشريك في الوقت الحالي هي علاقة تواصل روحاني يعني ممكن تكونوا أنتم ما بتتكلموش قوي حتى لو أنتم مع بعض ما فيش لغة حوار ما بينكم دايما الحوار اللي ما بينكم عبارة عن طاقة متبادلة يعني أو يجوز برضو أنت موجود في علاقة إنترنت وده حد جديد مثلا متعرف عليه وبتتكلمه كتير من خلال الإنترنت لكن أنا ما بشوفش تواصل فعلي يعني بشوف أن التواصل أغلبه يا إما تواصل روحاني أو تواصل من خلال الإنترنت يعني غالب عند حد جديد وإنتم معجبين ببعض قوي والعلاقة واخدها شغف كبير وانجذاب كبير قوي ما بينكم يعني الشخص ده كمان أكتر شيء منجذب لك جسديا يعني أو بيفكر فيك كطاقة جسدية أكتر من مشاعر حب فبشوف أنه في طاقة شغف ورغبة بعلاقة جسدية أكتر ما هو حب هو شايفك منجذب لي حابب أنك تتكلم معاه شايفك منجذب لي جسديا أيضا ويعني هو حابب أن العلاقة دي تكمل وتستمر وتنجح يعني اللي منه لكم مش موجود في علاقة إنترنت فالشخص ده حابب أن هو يرسم العلاقة معاك يعني بالضبط حابب أن هو يرسم العلاقة معاك وشايفك الزوج المثالي لي يعني فآه هو شايفها علاقة زواج وبيحس بالدفء الأسري معاك مش هكذب عليك يعني هو بيتواصل مع أشخاص تانين من خلال الإنترنت لكن هو نوعية أنه لو قدر أنه هو يوصل الاتفاق معاك ويقربه من بعض أنه هو يقطع مع الأشخاص التانين دول وبشوف أنه في الخاطوة القادمة إن شاء الله يجي لك عرض زواج من الشخص ده بشوف أنه في عرض زواج فإن شاء الله يكون في زواج ما بينكم حتى ده برضو ظاهر في مصير العلاقة إنه إن شاء الله يكون في ما بينكم زواج بشوف بس أنت المتردد شوية يعني ومش عارف هل تاخد الفرصة مع الشخص ده ولا لا أنت عندك شوية خوف فنصحتك إن أنت تستعين بالمحيطين بيك تاخد رأيهم لو أنت حاسس إن أنت متردد ومش عارف تاخد القرار الصحي خلينا طيب نشوف أنجل أنسر ملائكة الحب هينصحوك بإيه حب جديد في شخص جديد هيدخل على حياتك للحب والزواج وديسبشن في شخص ما يلبس ماسك في العلاقة دي أنا ما بشوفش ماسكات ولا حاجة أنت اللي مفكر إن الشخص ده لابس ماسك وعلشان كده أنت عندك محاوف فمحتاج تقرب من الشخص ده تدرسه أكتر علشان تطمن نفسك فاهمني؟ لكن أنا بشوفه شخص كويس على كل حال يعني طيب خلينا نشوف المنفصلين إيه الأخبار بشوف إن الشخص اللي أنت منفصل عنه ده نادم على فرائك نادم جداً وبرائبك نادم وبرائب مش شايف طاقة رجوع قوي لكن شايف طاقة ندم وبكاء يعني فالموضوع لسه ما وصلش لمرحلة إنه يحب إنه يرجع لكن هو نادم على كل شيء العزاب بشوف إنه فيه معجب سري لكن مش هيخرج عن صمته خلال الشهر ده فشوية بالنسبة للمنفصلين والعزاب يعني محتاجين تستنوا شهر كمان مثلاً لكن مش ده الوقت المناسب بالنسبة لأحوالكم في العمل بشوف إنه فيه عندك عروض عمل يمكن لسفر أو عمل من خلال الإنترنت وهي عروض كويسة جداً وهيكون فيها نجاح كبير بالنسبة لك إن شاء الله يعني فرص جديدة هتتفتح لو منتظر أموالها تجيلك بشوف برضو إنه ممكن تجيلك على الدفعات يعني مش هتجيلك مرة واحدة لكن هي هتيجي إن شاء الله يعني أموركم الصحية تمام بشوف بس إن أنتم محتاجين تتغذوا بشكل كويس بس تعتمدوا في أكلكم على النظام النباتي الخضار والفوايكه ويتبتعدوا عن الجنك فود يعني ده اللي انتم محتاجين تعملوا طيب خلينا نشوف برضو نصيحة ليكم من الملايكة نشوف هينصحوكم بإيه فكر بإيجابية شوية أنت عندك مخاوف فمحتاج أنك تفكر بإيجابية ويطلع لك هنا إمبروبينج هيلث طالما طلع لك إمبروبينج هيلث خلينا ناخد لك كرت من كروة الشاكرات العلاقات بالضبط أنت عندك مشكلة في العلاقات ومخاوف من الوقوع في الحب أو إنك تدخل في علاقة فمحتاج شوية تشتغل على شاكرة العجز وشاكرة الدفيرة الشمسية علشان تتقبل الآخر وتحرر نفسك من مخاوفك فحاول تشتغل برضو فيديو الشاكرات موجود على قناتي الثانية لو تحبوا إنكم تشوفوه يعني طيب حط شخص في بالك سواء هو كان نفسه الشخص ده أو أي شخص تاني وخلينا ناخد لك الرسالة منه ونشوف هو عايز يقولك إيه بيقولك إن هو شوية متحير جدا لكن هو هيحاول إنه يرتب أموره ويغرب للأشخاص في حياته علشان يختار الاختيار الصحيح بيقولك كمان إنه هو حاسس بالتواصل الروحاني اللي ما بينك وما بينه وإنه بيبدلك نفس التواصل ده طيب خلينا أقولكم الأبراج الموجودة في القراءة في برج الدال وبرج الحوت والحمل الجدي الجوزاء العقرب الميزان القوس الحمل قلناه والحوت والقوس برضو تاني هو والعقرب والأسد زيكم وطبعا التعقات كلها موجودة ده كان بالنسبة لكم يا برج الأسد أتمنى إن القراءة دي تكون فادتكم بشكل أو بآخر فيريت لو عجبتكم القراءة دي تحط لنا لايك تعملوا شير تكتبوا لنا تعليق جميل حتى لو بقلب لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير كمان لو ما عجبتكمش القراءة أتمنى برضو إنكم تكتبوا لنا نقضقكم البناء في التعليقات بشكركم طبعا كلكم على حصن المشاهدة وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق مع السلامة اشتركوا في القناة